اشتركوا في القناة مولاي الحسن الأول عندما توفي سيد محمد بن عبد الرحمن كان ابنه مولاي الحسن ولي العهد وخليفته على مراكش في عمليات حربية في حاحة وبورقي قرب دار القائد أنفلوس في حوض واد إيكر أو نزار حيث أعلن هناك سلطانا للبلاد فغادر العمليات الحربية الجارية ثم اتجه صوب مراكش حيث سيقضي شهر سبتمبر وقد أخبر وهو في الطريق أن الرحمن عندما علموا بوفاة السلطان قد شقوا عصى الطاعة ضد قائدهم ولدبله المتهم بحبسه قائدهم القديم عبد الحميد بالصويرة موغادور فأطلق مولاي الحسن صراح هذا السجين وعينه قائدا على الرحمن وكان هذا التعيين هو أول تعيين رسمي له كان هذا السلطان الجديد طويل القامة رقيقا وقويا وذا بنية جسمية نبيلة وذا سحنة ووجه لطيف أصمر مع عينين سودى وين واسعتين وأنف أقنى وخدين ممتلئين وشفتين مثمرتين ولحية سوداء وكان إبان خلافته على مراكش يحظى باحترام جميع المسلمين المثقفين والأغنياء وحتى الفقراء بل إن بعضهم قد قال بأنه سيكون ملكا عظيما مثل المولى إسماعيل وذهب البعض أن سيد محمد قد كان مصيبا جدا عندما عين مولاي الحسن وليا للعهد رغم أنه لم يكن الإبن الأكبر وقد كان الكل مسرورا ويطلب طول العمر لمولاي الحسن وكان هذا الأخير قد ذهب لإحلال النظام وإخضاع عائلة مشهورة عائلة أوبيه المتمردة ضد قائدها وفي طريق عودته صاحب معه بعض وحدات القبائل المجاورة عبده والشياظمة وامتوقة ودكالة وأحمر وقلاوة ودمنات ودخل إلى مراكش وسط استقبالات شعبية كبيرة حيث انحنى أفراد المخزن أمامه مبيعين وقد تم الاحتفاظ بجميع وزراء سيد محمد بما في ذلك الخلفاء كما عين مولاي عثمان قائدا على مراكش باء رحلة السلطان إلى مكناس وبعد إقامة قرابة شهر في مراكش كانت جميع المشاكل المستعجلة قد حلت وقرر مولاي الحسن الذهاب إلى مكناس عبر الرباط للقيام بالزيارة المعتادة لمولاي إذريس زرهون والتي بدونها لن تكون هناك بيعة صحيحة وحقيقية وهكذا عبر نهر أم الربيع عبر مشرع بن عبو لتنزل المحلة بسيد حجاج حيث واجهت أمطار غزيرة ورياحا قوية لم يعد معها بالإمكان شد الخيام بسهولة حتى أن الوحلة انغرست فيه الأرجل أكتوبر 1873 لنعبر بعد ذلك مزاب ثم وصلنا الرباط عبر زعير ومن الرباط بعث مولاي الحسن حسب العادة استطلاعات نحو بني حسن الذين كان يشك دائما في خضوعهم للنظام وكان أفراد هذا الاستطلاع مكونا من قسم من الخيالة مع الغوجة والجنود لابن المختار وبوصولنا إلى ما بين لالايتو وواد بهت فجأ جنودنا بالقائد العربي لكحل الحسناوي على رأس حملة مختلطة من زمور وبني حسن وعند انهزام القائدين الغوجة وابن المختار اتجها نحو الرباط راجعين بدون عتاد ولا سلاح وفي نصف ثياب وفي الطريق بين سلا والقنيطرة شاهدا محلة السلطان تتقدم فوقف السلطان غير مكترث لرؤية قائديه الراجعين الخجولين فبدى كأنه غير مهتم بجنوده المهزومين المختبئين بين الصفوف وفي المحلة قد تدخلوا ليشفعوا للقائدين المهزومين عند الملك خاصة انهما فوجئا امام حملات الحسناوي فعافى عنهم السلطان لكن طلب منهم اخباره بالمكان المدقق الذي وقعت فيه الواقعة الا اننا عندما وصلنا الى الممر الخطير لم نجد احدا يبدو ان المتمردين المسرورين باول انتصار لهم على الوحدات السلطانية لم يريدوا تضيع فرصة الصبق فقد اختفوا خائفين من قبضة هذا السلطان الجديد الذي يريد تركيز سلطته ومد نفوذه بالملموس وقد كان مولاي الحسن قد بعث اليهم وفدا لاخبارهم بانه سيذهب الى مولاي ادريس وانه يمكنهم الذهاب في امان الى مكناس اذا بذى لهم ذلك حسنا وان قائدهم لن يمسه مكروه ودون اي ازعاج وصل السلطان الى الضريح حيث سيبقى اياما للزيارة واغضاق الهذايا على شرفاء الزاوية وبعد ذلك يستعد للرجوع الى مكناس قصد الاستقرار بدار المخزن الاقامة المعتادة لابيه المرحوم بالله جيم احداث قروان لكن في طريقه الى مكناس لاحظ السلطان بعض الفوضى في صفوف جنوده وهكذا اعطى تعليماته لمختلف قواد الرحى الذين نبهوه بان مصدر هذه الفوضى هو تحركات القروانيين في اخر الصفوف او ما تسموه انتم بالمواكب حيث ينهبون التجار ويقتلون دون ذنب بعض الجنود المكناسيين الذين كانوا يحرصونهم وفي اليوم نفسه قال مولاي الحسن غدا فجرا سنهاجم قروان وسأكلف فيلق الحاج منه بالهجوم والعلافس عبد الله بن احمد بقيادة العمليات وقد كان هذا الاخير وزيرا للحرب في عهد مولاي الحسن واخا للسيم موسى الذي كان وزيرا وحاجبا في الوقت نفسه وكان هذا المنصب المزدوج يخول له التحكم في المخزن ككل وهكذا انطلق فيلق الحاج منه لتمشيط الطريق الا انه لم يكن يتعلق الامر الا ببعض الطوائف من اللصوص النهابين الذين يجب ازاحتهم عن يمين ويسار الطريق حتى يهاجموا بعض الفرق المنعزلة من محلتنا وقد تم بالفعل طرد هؤلاء الفوضويين على يد بعض المخبرين كما رجعنا بعدة اسرى ورؤوس منقين بذلك الطريق بين مولاي ادريس ومكناس وبهذا مشط حوض وادي الردم تماما وعندما علم سكان مكناس بقرب وصول السلطان الجديد وازالة خطر هؤلاء الفوضويين الذين خربوا اجنتهم لقريبة منهم منذ وفاة سيد محمد خرجوا فاتحين ابوابهم فارحين بالسي عبدالله وجنوده مرتدين لباس العيد منتظرين قدوم مولاي الحسن هكذا اذا دخل السلطان مكناس في حفل بهي وسط زغاريد النساء وطلقات البنادق متجها الى دار المخزن وفي حين ذهب الجيش الكبير والمسخارين للاستراحة الى معسكر سيدي بوزكري المكان المعتاد لتعسكر المحلات الشريفة وقد عزز الحرس الملكي المكون من البخاريين المستقرين في النوايل قرب باب الروا بجنود الحاج عبدالقادر البخاري وليس هناك ما يدعو الى الاستغراب من هذا الامر فقد سبق ان قلت لك ان كل وحدات المسخرين مكونة من قسم قار ورسمي ثم قسم متحرك غير قار يعين افراده بشكل تناوبي فكان القارون الرسميون منهم يمكثون في القصر في حين يذهب الاخرون الى الحركات لكن عددهم كان قليلا وفي الوقت الذي يكون فيه السلطان مقيما باحد قصوره فان هذا العدد يعزز بالعناصر التي تأخذ من الوحدات التي وصلت مع المحلة لقد كان مولاي الحسن متزوجا يصحب معه في طريقه من مراكش الى مكناس ثلاثين من النساء بما فيهم محضياته وجواريه وخدمه وكن يركبن كما تعلم البغال التي يحرصها خمسة عشر عبدا من الخصيان وتحت مراقبة طابور عسكر العبيد وكان وصول السلطان الجديد الى مكناس بداية لأسبوع من الحفلات والأفراح حيث خلد الشعب أفراحه ونشط التجار وشويت وطهيت الأضعمة الشهية في كل أطراف المدينة حتى إن الرائحة المنبعثة من الأحياء توحي بأيام العيد الكبير الأضحى وفي كل مساء عقب كل صلاة عصر تقام حفلات الخيالة التبريدة في ساحة باب المنصور العلج دال أحداث بن مطير لكن الأنباء السيئة لم تفتأ أن وصلت إلى القصر فإن طوائف قوية من بن مطير الذين أجاعهم فصل الشتاء قد هبطوا من الجبال تجاه مكناس حيث اجتاحوها تماما وقد فوجئوا جدا برؤيتهم المحلة الشريفة معسكرة ببوزكري بعد أن نهبوا قطعان الأغنام من المراعي وقتلوا الحراس ليلا بعد أن شوهوا جسثهم وعروا عنهم ثيابهم وإثر هذه الأحداث ذهب سيدي عبد الله لإخبار السلطان ما الذي تحكي لي أنت؟ قال السلطان هذا غير معقول أليس هناك في المحلة وحدة عسكرية من بن مطير مع قائدهم ولد الشبلي؟ نعم سيدنا قال الآخر الصواب ما قلتم سيدي ولد الشبلي معنا لكن إنهم أيضا بن مطير من يقتل رجالنا فقد تمكننا من معرفة بعضهم حالة رصاصاتنا دون هروبهم إذن ابعت لي وبكل سرعة ولد الشبلي ثم جاء هذا القائد بسرعة وبعد أداء فروض الطاعة والتحية سأله السلطان ولد الشبلي ماذا تعني هذه الضوضاء والإضطرابات التي يحدثها الآن أتباعك؟ لقد طمأنتني وضمنت لي أبناء قبيلتك بأن يعترفوا بي سلطانا عليهم ويطيعونني وها هو الآن يصلني أن بني مطير قد نهبوا قطعاني وقتلوا حراس محلتي نعم سيدي والله لقد قلت الحقيقة إن قبيلتي فعلا سيدي طائعة ولكن إذا كان من تحدثني عنهم سيدي من بني مطير ولست متيقنا من ذلك فليسوا وبدون شك سوى مجموعة من اللصوص وبعض من سخن عليهم الرأس كما هو الشأن في كل قبيلة ولا أستطيع أن أدافع عن هؤلاء الأغبياء لكني رهن إشارتكم فإذا رغبتم سيدي فإني مستعد منذ الآن أن أخذ وحدة العسكرية مع بعض جنود التقوية الذين تمدونني بها من أجل تنظيم حركة ضد هؤلاء إذن فلتذهب حالا يقول السلطان وأرى أن جنودك وحدهم يكفونك لإحلال النظام والتعقل في تلك العقول المتهورة وبهذا ستحكم سيطرتك عليهم فانطلق ولد الشبلي راجعا إلى بوزكري ليدهب مع جنوده بعد أن قام ببعض الاستطلاعات وتمكن فعلا من إنجاز المهمة وبعث ببعض الرؤوس إلى مكناس لكن فقد بالمقابل بعض التجريدات التي ضاعت بشكل تمرد وسط الاشتباكات وفي خضم هذه السلسلة من الانتصارات والهزائم تصاعد دور القبيلة ككل حيث عمت الفوضى كل أفراد القبيلة وجهر بذلك حتى في الأسواق مما جر القبائل الأخرى المجاورة للفتن مثل بانيم كيلد والمجات وأيت يوسي فقرر السلطان تنظيم سوكه قوية ضد هؤلاء وهكذا بدأت لغة البنادق والبارود في النطق بين بانيم طير والمخزن فاستمر طيلة فصل الشتاء بشكل تناوبي بين الطرفين وعندما تعب السلطان من رؤية تزايد هجوم أعدائه الذين وصلوا إلى حدود أسوار مقر إقامته قرر الخروج شخصيا مع المحلة كلها وجميع الأفواج المخزنية المعسكرة في سيد بوزغري خاصة أن الوضعية أصبحت أكثر صعوبة كما نادى من مكناس على وحدات جديدة من قبائل بني مسكين وزمران وارحامنة وحمر وعبدة ودكالة مما مكنه من جمع حوالي خمسة آلاف رجل لتقوية صفوفه وكانت المعركة على جبهة مكناس قصبة الحاجب على امتداد مساحة أكثر من خمس كيلومترات شيئا ما شمال زاوية سيد أحمد التجاني حيث التقى الطرفان على خطين متقابلين وهكذا تقدم بانومتير في شكل منتظم مثل عمود خشبي عريض يتوسط الساحة منشدين أغانيهم الحربية وضدا عليهم فقد أحكم السلطان تنظيم وحدات القبائل في خط طويل أيضا وكان قد أخذ بنفسه مكانا في نفس الخط مع حرسه فوق هضبة مما مكنه من متابعة أطوار المعركة بواسطة نظارتيه بشكل أسهل مع إعطاء التعليمات الضرورية وكان قد وضع هذا الخط قواته النظامية الإحتياطية وقد استمرت المعركة التي بدأت صباحا اليوم كله لكن دون نتائج مشجعة وعند المساء شن الحاجمن بعد موافقة السلطان حملة قوية أعطت الانتصار للوحدات المخزنية وهكذا تمكن من جمع جنوده وتوجه بحيوية أكثر مع فرسانه إلى الجهة اليسرى من بانومتير وعندما هددهم بالإحاطة بهم طالب الرجال الموجودين في المواجهة إعانة جنود الوسط للوقوف ضد هؤلاء الأعداء الجدد وعندما كان الحاجمن في وضعية صعبة أمر رجاله بالإنبساط أرضا والفرسان بالذهاب على يمين ويسار هذا الخط وفي الوقت التي ضعفت فيه الحرب على الجبهة الرئيسة بدأ القصف يتقوت تجاه جنود الحاجمن لكن هؤلاء الأخيرين كانوا قد تلقوا تداريب على مثل هذه الظروف وبعد أن ناوشوا بعض الشيء وقرعوا الطبول متراجعين ليزيلوا بعد ذلك الغطاء على الخط الجديد من الرمات الذين لم يكن ينتظرهم العدو حيث كانوا مختبئين في خنادق صغيرة محفورة بسرعة بالخناجر هذا في وقت كان الحاجمن يركز جداره المتحرك وكان الجنود في الخنادق الصغيرة يقاومون عدوا متزايدا شيئا فشيئا وواثقا من النصر لكن وبإشارة اجتمع فرسان اليمين واليسار على بن مطير في شكل جيب ولم يستطع الفرار منهم إلا القليل وهكذا جمع الحاجمن أربعين سجينا وحمل إلى السلطان عشرين رأسا وسط زغاريد وتهاليل الانتصار وعندما رأى باقي جنود بن مطير في الجهة اليمنى هذا المنظر فروا خلف متابعة الفرسان الاحتياطيين وهكذا رجعت المحلة ليلا إلى سيدي بوزكري حيث ستعسكر وبعد مرور يومين انطلقنا لمطاردة بن مطير الذين قابض عليهم الحاج قرب الحاجب وخلال أربع ساعات وصلت الأفواج السلطانية للقاء العدو الذي كان في وضعية جيدة محميا من الخلف بمرتفعات جبلية وفي بداية الحرب قتل الشريف مولاي المدني الأمراني المتهم ظنا بكونه المسؤول الرئيس عن ثورة بن مطير فتوقف إطلاق النار وتوقفت المواجهة وأيقن المتمردون أنهم على وشك الخضوع والإنصياع للأمر الواقع وهكذا جاء أعيانهم ورجالاتهم سائقين ثيران التركيبة ونساؤهم تستغيث وأطفالهم يحملون ألواحهم القرآنية على صدورهم مرتدين ثيابهم البيض فأعطاهم مولاي الحسن الأمان وأمر بأن يؤتى إليه في الغد أعيان بن مطير بذار المخزن بمكناس وبالفعل حضروا جهاء بن مطير وضمنهم القائد ولد الشبلي الذي كانت تحركاته أثناء هذه الحملة مشبوهة بشكل لافت وفي حضرة السلطان نودي على ولد الشبلي وتقدم مجموعة من العساكر لإخراجه ووضع القيود في رجليه والدهاب به إلى مراكش ثم أعلن السلطان على لسان قائد مشوره خلع وإقالة جميع قواد بن مطير الصابقين وطلب منهم تعين قوادهم بأنفسهم فأجابوا القبيلة أمامكم سيدي عينوا أنتم قوادها الجدد وسيكون اختياركم محط رضانا وطاعتنا ودون أدنى تردد عين مولاي الحسن القائد رحو ولد ماما لمطيري قائدا عاما على كل بن مطير مرتبكين قلقين لأنهم قد علموا أنه ولي عليهم رجل قوي وحيوي لين وقاس في الوقت نفسه وكانوا أمامه كفئران أمام قطة أحداث فاس وبعد تصفية هذه القضية قرر السلطان الذهاب إلى فاس مدينة العلماء لكن منذ انطلاقه من الرباط كان قد علم عبر مخبريه طبيعة موقف أهل فاس من المخزن وعلم أيضا أنهم قد ثاروا ضد الأمين الكبير للمدينة المدني بالنيس المكلف باسم السلطان باستخلاص مستحقات أبواب وأسواق المدينة فقد عنفوه وأهانوه في الشارع وكاد يقتل في إحدى الأمسيات لو لا احتماؤه بأحد الحمامات واختبأ في أحد غرفه المظلمة الملأة بالسطول الخشبية حيث أمضى فيها ليلته هذا في الوقت الذي كان فيه منزله تحت حراسة المتمردين المنتظرين وصوله لتعنيفه حتى يبوح بمكان خزنه الذهب والمال ثم بعد ذلك يتخلصون منه وعندما أخبره أحدهم بذلك استجار بضريح مولاي إدريس وإترى هذه الأحداث كتب السلطان من مكناس إلى أعيان فاس ما يلي لقد علمت ببالغ الأسى والأسف أن الفاسيين قد ثاروا ضد خديمنا الأرضي السي المدني بن نيس وأن تدعو هذا الموظف في أمان خاصة أنه لم يقم إلا بواجبه وتنفيذ الأوامر واعلموا أني لا أعطي كبير اهتمام للتصرفات الراهنة للفاسيين في هذه القضية بالإضافة إلى عدم اكتراثنا بالنقود التي سرقت من المدني بن نيس إنها أموال المخزن وهو من سيسترجعها لكن تبينوا جيدا ما هي دواعي كتابتنا لكم إننا نود أن تكونوا كلكم في سلام وسرور فعبروا عما تريدون وترغبون والسلام عليكم ثم قرأت هذه الخطبة على منبر القرويين فبدأ الناس يهنئون بعضهم البعض برضى السلطان عنهم هامسا بعضهم بتقدير السلطان لهم وأنه لو عاملهم السلطان معاملة سيئة ولو بالكلام فقط لخرجوا لمواجهته في مكناس وفي الوقت نفسه كان السلطان قد أرسل رسالة للمدن بن نيس يقول له فيها بألا يخشى شيئا وأن هذه المشاكل ستزول في اليوم الموالي داعيا الله أن يعوضه خيرا عن خسائره خاصة أن المخزن قوي وغني وعلى صدى هذه الأحداث غادر السلطان مكناس مع محلته وكل أسرته فبراير مارس 1874 ليصل إلى فاس عبر ثلاث مراحل عين طوطو بن خاسة ودنجا والضاويات حيث توجد بركتين مالحتين وخلال يومين دخل السلطان رسميا فاس في استقبال حماسي رائع وجاء العلماء بكثرة لاستقباله مرافقين خليفة السلطان وأخاه مولاي إسماعيل في حشد كبير وفي الوقت الذي دخل فيه السلطان وحاشيته والمخزن والشخصيات الرئيسية من باب السجمة عرج على ضريح مولاي إدريس كانت المحلة قد عسكرت على الهضبة القريبة من قصبة أشراردة على مرتفع المصلة حيث تمركزت وحدة بني مسكين بقيادة القائد الشافعي المسكيني تحت الزياتيين شمال باب محروق في حين التحقت الوحدات النظامية بمختلف قصبات المخزن أشراردة الثور إلى آخره في حين كان بستيون الباب المحروق أي البرج الشمالي وحسب الأعراف القديمة تحت حراسة الوحدات الفاسية لمراقبة تحركات جنود السلطان إذا أرادوا إحداث الثرابات في المدينة وقد أقيمت هذه النسك وقدمت الهدايا بدريح مولاي إدريس حسب العادة وهكذا دخل السلطان الممتطي جواده دائما قصر فاس الجديد دون مشكل يذكر وبعد مرور أسبوعين تقرر استدعاء أعيان المدينة حيث استقبلوا استقبالا رائعا ثم غادروا بعد ذلك وفي ساحة القصر تبعهم الوزير الأول سيطيبي بن اليمن ليقول لهم اسمعوني سكان فاس جيدا فمن واجبي أن أشرح إليكم الأمور كماهي فلقد اقترفتم ضد المخزن وضد سيدنا أخطاء كبيرة فقد هاجمتم ونهبتم سيل مدني بن نيس والواقع أن الرجل ليس سوى موظف لنا مكلف باستخلاص حقوق المخزن وكأنكم بفعلكم هذا قد هاجمتم ونهبتم المخزن نفسه ثم إني أرى من بينكم خدام المخزن الذين يدينون له بشيء الكثير وأرى من بينكم كذلك شرفاء زاوية مولاي إدريس ورغم ذلك تمردوا وقد أمرني سيدنا مولاي الحسن بإخباركم الآن بأنكم لن تفلتوا من العقوبات التي تستحقونها ففجأ الأعيان بهذا الكلام القاصي بعد أن سمعوا كلمات الترحاب قبل قليل وقالوا بعد أن اضطربت ألسنتهم سنرى معالي الوزير ما يجب علينا فعله ثم نزلوا حول فاس البالي غير راضين عن هذا الكلام الذي سمعوه ومرت ثلاثة أيام وهم يناقشون الوضعية دون أن يصلوا إلى حل معقول وفي حدود مساء الاثنين حيث اجتمع الأعيان في المسجد وقرروا انتخاب قائد السيبة الذي كان يدعى الحاج أحمد الرايس وفي اليوم الموالي صباحا وبينما كانت أبواب المدينة مغلقة جاءت وحدات مسلحة لتعزيز باقي الوحدات التي تحرص مختلف الحصون داخل وخارج المدينة وعندما علم مولاي الحسن بالأمر بعث شخصيات مختلفة ومحترمة إلى الأعيان لمعرفة مضمون شكواهم التي كان من ضمنها تنحية الفقيه السي عبد السلام البقالي الذي كان ينزل إلى المسجد حاملا التهليل وفي الجانب والسبحة في اليد قال الأعيان إننا نريد الطاعة فعلا لكن شريطة ما يلي أيوضع رهن إشارتنا ويسجن بعض الوقت كل من سيموسى بن أحمد وأنت أيضا سعبد السلام البقالي وكذلك قائد المشور الجلال بن حمو لأنهم الشخصيات المقربة من السلطان والتي تؤلبه ضدنا كما نطلب علاوة على ذلك أن ترد إلينا سلمدن بن نيس المنعم برضى المخزن حاليا لنحاسبه ونقاضيه بأنفسنا ونعاقبه بما يستحقه هذه هي شروطنا من أجل الاتفاق وإذا رفضها السلطان فله كامل الحرية أن يرد بالطريقة التي تعجبه وقد دار كل هذا النقاش والأبواب مغلقة والحصون محروصة وفي اليوم الموالي بعث السلطان الذي كان قلقا جدا من مجريات هذه الأحداث ببعض المخزنيين للاستطلاع لكن لم يكد يصل هؤلاء الرجال من باب بجلود حتى قوبلوا بإطلاق الرصاص فردوا بالمقابل لتبدأ المعركة إذن حيث شرع حصن باب محروق يقصف بمدافعه المحلة المعسكرة حول قصبة أشرار ذا وعلى الفور أعطى مولاي الحسن أمرا لأفواجه بالهجوم على المدينة ثم تقدم بقطعه إلى مرتفع البطحاء لتهديد صومعتهم وكان الفاسيون المحتلون لمسجد بوجلود يطلقون على مهل مدفعياتهم التي تقترب لتقوية قطاعهم ووسط هذه الأحداث اقترح موحى قائد رحى الطبجية أنه يمكن اقتحام باب بوجلود الصغير المفضي إلى الجنانات بواسطة المشاة وهكذا نزل الحاج منه بالفعل مع جنوده وفرسانه من قصبة أشرار ذا نحو باب بوجلود حيث انتشروا في الحدائق على طول الواد لكن طلقات الرصاص المنطلقة من صومعة المسجد كانت تعرقل تقدم تحركات جنود الحاج منه الذي طلب من موحى إسكات هؤلاء والقضاء عليهم فقصف موحى المسجد حتى انشطرت الصومعة شطرين كما قتل عدد من الفاسيين فاستغل الحاج منه فورا هذه الإضطرابات ليقتحم الصورة المحيطة بالمدينة ويدخل مع جنوده حي الدوح وهكذا فر الفاسيون خوفا من هجوم هؤلاء الجنود المتحمسين تاركين وراءهم سلاحهم وتم إخلاء المسجد من محتليه إلا أن بعض جنود السلطان انطلقوا في نهب الأزقة والشوارع المفضية للمدينة فاقتحموا الفنادق وكسروا أبواب المحلات التجارية بعد أن جمعوا الغنائم فأطلقت المدفعية أربعين طلقة والستين نافور لمحلة مولاي الحسن الذي كان يتابع تقدم العمليات بنظارتيه من على مقصورة قبة النصر ويعطي أوامره لجنوده من داخل البنيقات بالتمهل في الانطلاق وقتل ونهب وأقل ما يمكن وبعد ذلك رجع بعض الجنود من المواجهة صاحبين معهم الأسرى والأثواب والسلع المختلفة بالإضافة إلى النقود في الجيوب وهكذا أخضع الحاج منه حيب جلود إخضاعا تاما ولم تبقى أمامه سوى جبهة قوية إنها قصبت فيلالية حيث كان أهل تفيلالت مساعدين للفاسيين وقد احتار الحاج منه أي جهة سيأخذ خاصة أنه علم فجأة أن فيلالة قد انضموا إلى المخزن ويقصفون الآن فاسيي الطالعة وهكا ما حدث فأما تقدم الأفواج الشريفة التي تحيط بهم من كل الجهات ومخافة العواقب المستقبلية تملك الخوف فيلالة فاجتمعوا فيما بينهم وطرح عليهم أحدهم السؤال التالي لقد تشاجر أبي مع أمي وقرر الإفتراق فأيهما سأتبع يا فيلالة فأجيب عليك باتباعي من له الحق إذن فأبي هو السلطان وأمي هي فاس فالذي معه الحق تأكيدا هو أبي لأنه المخزن فعلي إذن اتباعه وبطريقة لشعورية شرع فيلالة في إطلاق النار على أهل فاس وأخبر الحاج منه بأنهم معه وهكذا تراجع السكان نحو الأحياء السفلية بعد أن تسلق بلو مسكين ودربوا صورة طالعة حيث تابعوا العمليات وقتلوا بعض التجار الذين كانوا يحاولون حماية متاجرهم وقع كل هذا ورمات برج النور لا يعلمون ما حدث فاكتفوا فقط بمناوشة أهل الطالعة جاهلين ارتداد فيلالة وهكذا أفرغت المنازل والأحياء ثم اتجه هذا الجمع الرهيب لإحداث الفوضى والإذطرابات في اتجاه باب فتوح باحثين عمن يدافع عنهم وكان من ضمن هذه الجماعة الفوضوية قائد السيبة الحاج أحمد الرئيس الذي كان شخصية بارزة وسط هذه الحشود المكونة من خمسة وعشرين ألف شخص متهيج يتسارعون نحو الأبواب الجنوبية حاملين أمتعتهم النفيسة ثم اجتمع أعيان المدينة في مسجد القارويين خوفا لأنهم يعلمون بأن أفواج المخزن قد استولت على كل الأحياء الفوقية وعند فرارهم قال قائد السيبة لرجاله ألسنا على طريق ضريح مولاي إدريس فعلينا الاستعانة والتبرك به ثم اتجه نحو الضريح أعزل بندقية على كتفه فجلس على ركبتيه فقال الله ينصر السلطان هذا ما أريده وأتمناه فلا داعي أن تعولوا علي في شيء وطيلة هذا الوقت ظل دائما صوت الرصاص والمدافع مسموعا مما جعل السلطان يأمر المشاة والرمات بإطلاق الرصاص في الهواء لإخافة سكان فاس لضمان مسيرة أحسن لجنوده فقد كان يرغب في أن يقتل أقل عدد ممكن من الناس خاصة أنه كان هناك ثلاث قطع الأولى قرب ضريح سيدي بوبكر العربي والثانية قرب ضار البطحاء والثالثة باب برجات التي أحدثت فزعا جهنميا وهكذا أحكم القبض على الفاسيين كفئران في مصيضة وفي ظل هذه الوضعية أرسل السلطان مبعوثا إلى الأعيان يخبرهم أن السلطان مستعد لإيقاف إطلاق النار إذا ما استطاعوا المجيء إليه ومبايعته فبعث السكان النساء للاستعطاف والأطفال الصغارة بألواحهم القرآنية وقائد السيبة سي أحمد الرئيس ملتفا في غطاء ضريح مولاي إدريس محروصا ومحميا بملازميه فاستقبالهم السلطان بعد أن أوقف الحرب ثم قال لهم لا تخافوا أي شيء لن نعاقبكم لأنكم لستم أنتم المذنبين فقد سامحتكم فاذهبوا آمنين وبالفعل بدأت طلقات النار تهدأ وتساقطت الأبواب في أيدي الجنود دون أدنى مقاومة تذكر بعد أن ركز الحاجم النو في كل واحد منها مجموعة قوية من الحراس ولم يحل الليلة حتى أصبحت المدينة كلها في يد السلطان وفي اليوم الموالي استدعي جميع الأعيان إلى دار المخزن وكان من بينهم باشا فاس سيدريس السراج وللمرة الثانية أحمد الرئيس قائد السيبا السابق وكان أول المستقبلين الباشا وحده الذي قال له مولاي الحسن إن هذه المدينة متميزة في الواقع بفوضاها وعناد أهلها أتظن يا إدريس أن لها مثيلات كثر؟ لا أظن فمن أين جاء هذا الشر إذن؟ إن سكان فاس سيدنا علماء جدا ولهذا لا يستحسنون ولا يرضون تلك الامتيازات التي تعطي للآخرين لا يا إدريس إنما رد ذلك فقط لأنهم يشعرون أنهم تحت قبضة أيدي ضعيفة فأنت لا تعرف الحكم والقيادة فإنك أنت سبب هذا العصيان فسأسجنك أنت أيضا ثم قيده بعد ذلك المخزنية وتم إخراجه من قاعة الاستقبال على مرأة من الفاسيين الذين دهشوا عندما آذن لهم بالدخول وبعد أن وقفوا مذهولين أمام السلطان خرجوا للاجتماع مع قائد المشور الذي قرأ عليهم هذا الخطاب اعلموا سكان فاس إن المسؤول عن فوضى وعصيان فاس هو باشاكم القديم سي إدريس السراج ولهذا سجن واعلموا أن باشاكم الجديد الذي ما لبث يريده سيدنا هو الجلال بن حم ثم إن قائد السيبة سيصبح قائد السلاح بتوليته منصب خليفة الباشا فأنتم من تمرد دون سبب ضد أمينكم بالنيس وبالتالي ضد المخزن ولهذا قرر السلطان لمعاقبتكم ما يلي من كان منكم يؤدي قرشا للضريبة سيؤدي قرشين كما عليكم دفع تعويض عن خسائر الحرب بمئة ألف دورو كما عليكم أيضا تجهيز وحدة عسكرية دائمة من خمسمائة جندي ويأمر سيدنا أن يكونوا من أبناء مدينتكم لا من الخارجيين عنها أو المعوضين أو المشترون كما سيكون الفيلق الفاسي تحت قيادة ابن أحمد الرايس واعلموا أيضا أن السلطان قد أخذ من كل مدينتكم وحدات حربية فلا داعي لعسيانكم من جديد أنا الجلال بن حمو خلال أيام سأكون من الآن باشاكم وسأعمل على تنفيذ هذه التعليمات في أحسن الأحوال ذلك لأنني لا أعرف إلا الاستقامة والحزم في تسيير الأمور والويل لمن أراه يندس في الطعوقات والمعابر هذا كل ما في الأمر والسلام عليكم وهكذا رجع الفاسيون إلى بيوتهم صامتين متعطئين وخلال هذه الفترة بالضبط أصبح الحاج محمد بن يعيش قائدا للمشور بعد أن عين الجلال بن حمو في باشاوية فاس وقد أقام السلطان بالمدينة أربعة أشهر تقريبا خضعت فيها المدينة خدوعا تاما وبعد ذلك انصرف للاعتناء بجنوده وملء فراغات ومراقبة تقدم المدفعية كما عمل على تنشيط التحاق وحدات المدن التي حدثتك عنها قبل قليل ومراقبة الفيلق الفاسي الجديد ومتابعة وبانتباه شديد كل الأحداث الجديدة الآتية من نقط المغرب المختلفة واو أحداث بعز الهبري ثم ما لبث أن وصلت أخبار متمرد يسمى بعز الهبري يدعي أنه ساحر وكثر الحديث عنه في نواحي تازة حيث هاجم فرسانا يدعون أنهم أتباع بعز قبيلة أولاد الحاج سبو وكان السلطان لا ينتظر إلا الفرصة المواتية للخروج لهذا المتمرد وهكذا حمل الفراك إلى معسكر قنطارة واتسبو تاركا وراءه أفواجا كافية لحراسة المدينة وبعد ذلك انطلقت المحلة للبحث عن بعز هادا في سبتمبر 1874 لقد كان الحاج منه يتوفر على مخبرين في كل مكان تقريبا في طنجة كما في سوس وقد علم من أحدهم أن هذا المتمرد قد اختبأ عند بعض الأتباع من بني الساد الذين أعطوه الأمان والحماية وهكذا اجتحنا المنطقة تحت مناوشات بسيطة لم تكن لها أهمية تذكر فسلبنا ونهبنا لكن دون أن نجد هذا المبحوث عنه ثم إن بني سادا كانوا سيسلمونه لنا إن كان عندهم فعلا وقيل لنا بأنه موجود عند أيد سغروشا فانطلقنا إليهم لكن هؤلاء الرجال كانوا لا يدعوننا نجدح أراضيهم ومزارعهم دون مقاومة ثم تتبعنا مكان وجود صاحبنا عبر بني وارين إلى حدود غياثة وهناك فقدناه وفي الوقت الذي كان السلطان يعسكر أمام تازة ويستقبل هدايا قبائل المنطقة أخذنا نتساءل هل ذهب هذا المتمنع بعزة إلى الريف أو الصحراء أو جبال بني وارين وقد كان هذا الاختفاء المفاجئ لهذا المتمرد فرصة لإكثار الحديث بين الجنود حول كونه ساحرا وفجأة علمنا أنه موجود عند هوارة واد ميسون قرب تازة حيث تخلى عنه هؤلاء بكل تلقائية وكان من حمل الخبر إلى المعسكر أحد مخبري الحاج منه وكان قد دخل هذا الساحر المشعوذ إلى السوق ليقول للناس أنا هو بعز الهبري لستخائفا من سلطانكم الجديد مولاي الحسن المعسكر الآن مع بعض الجنود قرب تازة فمن حيث الجنود فإني أتوفر على عدد أكثر منه أخرجهم وقت ما شئت خاصة أنني أخرجهم من الأرض لقيادتهم أترون جلد الخروف هذا المطروح على الأرض فإن تحته أسلحتي وسترون ذلك ثم رفع ذلك الجلد بهدوء إذن انظروا أيها الجاحدون هؤلاء هم مشاتي وهؤلاء هم جنودي وهنا كل مدافعي فما علي سوى إعطاء إشارة إلى هذه الحلقة لإخراج كل هذه الفرق وقسف الأفواج الشريفة لكن لا أريد بالسلطان شرا فليقم بواجبه وليتركني أقوم بمهامي وأحتفظ بجنودي لحروب أكثر قداسة وأقول لكم يا هوارة الذين يسمعونني أنا مؤيد للقيام بالجهاد ولم ير من كان يحيط بالرجال سوى حجارة حول جلد الخروف فنظر بعضهم إلى بعض مستغربين من هذا الرجل الواهم ثم قال له أحد الرعاة الأكثر ذكاء من الآخرين ألا ترون يا هوارة أيها الرجال البسطاء الصراحاء أن هذا الرجل يختاعكم بقوله إنه ولي وفي الواقع إنه ليس كذلك ذلك أنه لو كان كذلك لكان وجوده في قبيلة ما يكفيها من كل خطر وشر والحال أنه كان بين ظهراني بني ساد وأيت سغروش وبني وارين وعند آخرين وتعلمون ماذا جلوا من ذلك فقد نهبت كل هذه القبائل وأطلفت محاصيلها وبيعت نساؤها وأصبح أطفالها عبيدا للقبائل المجاورة وها هم الآن يبحثون عن الخبز وعليهم العمل أكثر لتسديد ديونهم وضرائبهم فهذا ما ينتظركم من هذا الرجل فإذا أردتم أن لا تواجهوا نفس المصير فخذوه ثم اذهبوا به إلى السلطان وعندها سنعرف هل هو ولي حقيقة أم لا وفعلا هذا ما حدث وقد كان قد ذهب القائد الشافعي المسكيني والحاجمنو مع جنودهم من المعسكر إلى هوارة لكنهم صادفوا في طريقهم موكب هوارة رفقة أسيرهم فرجعنا إلى المحلة وكان السلطان في سيوانة مع وزيره الأول وقائد المشور عندما أدخل عليه بعز الهبري فخر هذا الأخير ساجدا واضعا جبهته أرضا مستمعا للسلطان وهو يقول أنت هو بعز الذي كلموني عنه فماذا تقوم به ضدي فأجاب الرجل وهو في نفس الوضعية دائما الله وحده يعلم هذا ما قدر الله والآن أنا في حمايتك فلا تقتلني لا تخف أجاب السلطان فقد أقسمت أن لا أقتل أحدا أبدا وبعد تقييده والطواف به فوق جمل على المعسكر اقتيد أسيرا إلى فاس وكانت هذه نهايته زاي وباء 1874-1875 وبعد استراحة في طريق وجدة حيث عين مولاي الحسن قوادا مختلفين الحاج البشير بن مسعود على بني يزناسن وحم البوزكاوي على بني بوزكو والسهالي على مهاية اتجهنا نحو قصبة سلوان لقضاء شهر رمضان وبعد ذلك اتجهنا نحو فاس لكن كان برد هذا الشتاء 1874-1875 قاسيا جدا حيث كانت الأمطار والرياح والأوحال تعرقل مسيرة المحلة مما تسبب في وفاة الكثير وكان قد انتشر المرض في صفوف الجنود على طول الطريق فانتاب السلطان مولاي الحسن قلق كبير حيث كان يحمل ويتفقد المرضى ويأمر جنوده بإمداد المرضى المتعبين خيولهم لكن الرياح كانت قوية حتى إنهم لم نعد نعرف أي أحد في الأرياف ويبدو أن الناس كلهم ماتوا وبعد هذه الأضرار كلها دخلت المحلة أخيرا فاس بعد أن فقدت الكثير من الرجال وقد كان علينا أن نمكث هناك حتى شهر أكتوبر 1875 وقد كان في فصل الربيع بعض الحملات الاستطلاعية لكنني لا أحتفظ بأي ذكرى شخصية عنها لأني لم أكن هناك وكانت قد أرسلت تجريدة من المحلة بقيادة مولاي علي أخ السلطان إلى ضواحي بني زناسن حيث كانوا يحاولون مع قائدهم الجديد البشير بن مسعود الانفصال وعدم الاعتراف بالمخزن الذي تربى في أحضانه وقد دعمت هذه التجريدة بجنود تازة بقيادة بوزيد الزراري الذي انهزم وتراجع دون نتيجة تذكر أما السلطان فقد كان يتابع تقدم جنوده مؤخرا البث في هذه المشكلة إلى وقت لاحق حاء تحركات المحلة بمنطقة تانسيفت والمدن الساحلية كما شكل القائد أحمد بن مالك بمراكوش فرقتان صغيرتان ضد قصبة تينمل حيث كان يعيش استعبدالله بن محمد الكندة الذي لم يكن سوى شخصية عادية وصغيرة فرقتان صغيرتان ضد قصبة تينمل هزمتا أيضا باللدن أهالي الجبال وقد أجل السلطان النظر في هذا المشكل إلى وقت إقامته المقبل بالجنوب غادرت المحلة فاس إذن مرورا بالرباط وصولا إلى مراكوش دون مشاكل تذكر ودون عمليات حربية كبيرة باستثناء إخضاع بعض الفرق الفوضوية من الرحامنة وأولاد ابن أبي السباع وعند استقبال السلطان للكندافي اقتنع بأن تلك الإضطرابات ليست سوى منافسة وسراعا بين هذا الأخير والقائد أحمد بن مالك أكثر منها تمردا على المخزن وأمام إعجابه وتقديره لهدايا أهل الجبال قرر أن يكون الكندافي حاكما للسلطان على كل كندافة وأثناء إقامته في مراكوش تابع السلطان بجدية وحيوية أكثر إصلاحاته العسكرية حيث عزز مدفعيته بالـ 22 مدفع جبلي من مختلف الأحجام وأربعة عشر رشاشة وملأ الفراغ في صفوف جنوده كما طالب بوحدات جديدة للتقوية حتى وصل جنوده في الأوقات العادية إلى 20 ألف جندي وللرجوع إلى فاس ربيع 1876 عمل السلطان على استدعاء وحدات جديدة من عبد ودكال وارحامن والحوز وبعد جمع أطراف هذه المحلة القوية قرر المرور عبر المدن الساحلية وهكذا زار الجديدة التي تسمونها أنتم الآن مازاغان وتفقد القصبة التي تحرص مداخل البحر كما أطلقت المدافع بالميناء ثم بعد ذلك أزمور الموجودة على مصب وادي أم الربيع ثم الدار البيضاء حيث أعطى السلطان أوامر بتأسيس سرية مدفعية ومخبأ للموانئ ثم بعد ذلك الرباط حيث أخذنا قصة من الراحة وكان السلطان قد نزل مدة قصيرة بأقدال وأخيرا وصلنا فاس عبر سلا ومكناس وخلال مروره بالمدن الساحلية أكد المخزن أنه قوي فعلا كما يتضح ذلك من خلال اتخاذ السلطان جميع الاحتياطات لتقوية وسائل الدفاع على الموانئ طاء أحداث بني زناسن 1876 وفي هذه الأثناء اندلعت أحداث فوضى من جديد بضواحي وجدة وهكذا غادرت فرقة حربية فاس بقيادة مولاي عرفة أخ السلطان لمساندة باشا وجدة عبد الرحمن بن شليح الذي وصلت صراعاته مع قائد بني زناسن البشير بن مسعود إلى جر القبيلة إلى التمرد والعصيان إلا أن رجال البشير قد هزموا فرقة الشريف مولاي عرفة حيث نهبوا معسقرا وجرحوا مولاي عرفة في خده فوصلت أصداء هذا الحادث المفزع إلى فاس فقلق السلطان جدا من الانهزامات المتتالية ضد البشير هذا ورفض أن يرى جنوده المهزومين الراجعين المحتمين بضريح مولاي إدريس فتم استدعاء باشا وجدة المسؤول الأول عن هذه الهزيمة الذي حضر إلى الحضرة السلطانية متأطئا وقال لسيدنا الذي وبخه عن أخطائه القيادية المتنوعة كل ما قلتموه سيدي صحيح وأريد لو حلقتم لحيتي عقابا لي لماذا أجاب السلطان لأنه لو لا يلم ما كانت هذه المصيبة كما أطلب منكم سيدي العفو ومراجعة السجلات لمعرفة مصاريف ونفقات هذه المحلة التعسة وبعد مراجعة السجلات وتقويم كل النفقات منذ الانطلاق من فاس قيل لعبد الرحمن بن شليح لقد أنفق أكثر من خمسين ألف دور مثلا وللمحافظة على مكانته أعطى الباشا ضعف المبلغ فأنعم عليه بالأمان بالمقابل وهكذا استطاع القواد والمذنبون مغادرة ضريح مولاي إدريس حيث ظلوا مختبئين خوفا من قطع رؤوسهم إلا أنهم وضحوا موقفهم بما يلي ليس علينا أي ذنب سيدنا فقد سحقنا أمام كثرة أعداد العدو فلم نكن سوى ثمانية آلاف ضد ستين ألف من بني إزناس فكيف كنا سنتعامل مع الوضعية فلم يبقى إذن سوى الفرار والإفلات بأرواحنا وها نحل الآن أمامكم فعافى عنهم السلطان لأنه كان يعرف أنهم محاربون أقوياء ولكن لم يكن من طباع مولاي الحسن أن يبقى هادئا من وقع هزيمته فقد كان دائما متأهبا وهكذا قرر الخروج إلى بني إزناس رغم فصل الشتاء ومشاكل التموين لا أريد أن أبقى هكذا في انتظار الصيف فلتبنوا الفراغ بسرعة في معسكر وادسبو يقول السلطان وكتب إلى القبائل بأن تتجمع حول المعسكر الشريف فانطلقت ليصل إلى الحيينة ثم غياثة الذين لا زالوا دائما يشكلون رؤوس الفتنة حيث استمر إطلاق النار على طول الطريق وبالوصول إلى تازة ازداد إطلاق النيران خاصة من أهالي الجبال المختبئين خلف سخور قوية مما جعل صبر السلطان ينفذ حتى أنه أراد وبصفة شخصية الركوب في صوغة إلى غياثة وهكذا انطلق مع أقوى أفواجه ليصل يوم الجمعة إلى مكان موحش يسمى الشقة الثقب لكن الممرات كانت ضيقة جدا وكنا لا نتقدم إلا بصعوبة كبيرة حول الحواجز الصخرية تابعين أحيانا ممرات وبطون الأودية وهكذا اتسعت وانتشرت المحلة على شكل شريط من الرجال والخيول يتقدم بصعوبة وتردد في هذه الأودية الصعبة وفي مواجهة ضباب كثيف جدا ظل مخيما على المرتفعات منذ الصباح حيث انتشرت وبسرعة وبشكل متزايد وعوض الإنقشاع بعد مدة قصيرة كالعادة فإنه ظل مخيما وكأنه مرسل من السماء لم يعد يرى الرجل أكثر من أمتار قليلة أمامه لم يقل أحدنا شيئا لكننا كنا نتساءل فيما بيننا هل هذا الطريق الذي أخذناه طريق جهنم أم لا أما أهل الجبال الذين كانوا يعرفون الممرات والمعابر والمنبسطات فوق الجبال فكانوا يطلقون النيران في الأسفل عشوائيا تقودهم في ذلك أصوات النيران المتصاعدة من الأسفل وبين الفينة والأخرى كان الجواد يسقط مع فارسه في هوة صحيقة غير متوقعة ولا يسمع إلا صوت الإنزلاقات التي لا تنقطع فانتشر بين الناس خبر أن الخيام والأمتعة المحمولة فوق البغال قد اختفت في الأرض التي انشقت تحت أرجلهم وقد كنا نبحث عن بعضنا البعض ونتنادى وكان البعض يجد الآخر كل مرة لأنهم كانوا يدورون في نفس الحلقة دون قدرة على التقدم أماما وكان البعض الآخر ودون شجاعة يختبئ تحت الصخور لتضميد أرجلهم الدامية وقد قتل هنا رجال وشخصيات سامية حيث قطعت أشلاؤهم في الهوات الصحيقة فليس فقط لم نعد نعرف مسير الوزراء المهمين التائهين والمفقودين في الممرات الديقة بل كنا نجهل أيضا مصير مولاي الحسن وقد ذكر بعض الناس أنهم رأوه ينزل من فوق جواده ثم اختفى في الضباب فانتقل هذا الخبر بين الناس وفي اتجاه معاكس للفرقة المعسكرة أمام تازة حيث اتجهت وحدات القبائل التي كانت قد ضلت في حراسة المحلة امتطت جيادها واتجهت في البحث عن السلطان واقتباله خاصة أننا كنا في بلاد العدو ومن حسن الحظ فإن الضباب بدأ في الانقشاع شيئا ما خلال ساعتين وبدأ المحاربون يجتمعون من هنا وهناك على شكل جماعات صغيرة فوصلت وحداث القبائل ورجع الأمل من جديد وعندما رأتنا وحداث القبائل اتجهت نحونا بعد أن التحق مولاي الحسن بالمعسكر هادئ البال تحت من ظلته المنتصبة وما حدث هو كالتالي فقد وجد القائد محمد بالقاسم الشرقي السلطان تحت الصخور حافي القدمين ماسكا بندقية في استعداد للدفاع عن نفسه فأعطاه فرسه وصاحبا له أمسك بالنجام إلى أن وصله إلى طريق العودة وقد كان الرجوع إلى المعسكر شاقا لقد كانت فعلا مصيبة وفوضى حيث كانت الأفواج تهرب دون قواد وكأن العدو يطاردهم وفقد الكثير سلاحه وفرسه في هذا الجبل الجهنمي كما تخلف الكثير منهم ولم يرجعوا أبدا فجمع مولاي الحسن المنهك من هذه المغامرة كل القواد الحاضرين وقال لهم إن هذه الحادثة المفجعة التي وقعت وهذه المصيبة مصدرها فقط عدم التنظيم وجهل أفواجكم أتظنون أن الحرب مهمة سهلة باستطاعة كل واحد ممارستها منذ الصغر وأن ما عليه سوى المشي أو ركوب فرس ضد العدو ومطاردته وقصفه بالنار لقد رأيتم اليوم أن جنودكم لا يحسنون قيادة أنفسهم ولا السير في المناطق الجبلية ولا ماذا عليهم فعله من أجل إزاحة العدو عن المرتفعات التي يحتلها فلو كانت المرتفعات ممشطة وتحت يدكم كان سيكون عدد قتلان أقل لدي جنود لكنهم لا يعرفون أي قاعدة أو خبرة في القيادة أثناء الحروب فكل يفعل ما بدا له لهذا أريد مدربين عسكريين لتمرينهم وألاحظ جيدا أنكم وباستثناء بعض الجنود القدماء دوي الخبرة الكبيرة في الحرب غير أكفاء هذا ما قاله الملك وشرع كل واحد في إجراء حساباته وللانتقال للمخزن فإن المحلة قامت ببعض الصوقات لبلدان غياثة حيث تم إحراق القرى والمحاصيل لكن لم نجد أحدا حيث صعد الناس والبهائم إلى الجبال حيث يصعب مهاجمتهم هكذا تم كل شيء ورفعنا المعسكر والمحلة ثم اتجهنا نحو بني زناسن للنظر في أمر القائد البشير بالمسعود الذي هزم كما تذكر فرقة مولاي عرفة وانفصل شريف وزاني يدعى سيد محمد بن عبد الجبار فقد كان هناك دائما في المحلة شريفان أو ثلاثة من هذه الأسرة الشريفة المنحدرة من مولاي إدريس نفسه عبر جد الأسرة الأكبر ومولاي عبد الله الشريف وكان لبركتهم المنتشرة بين الناس تأثيرا قويا على القبائل في علاقتهم مع المخزن كان مع فرقة وحراس له لحمل رسالة مولوية مختومة للقائد البشير تنصبه فيها قائدا على كل نواحي بني زناسن وبعد مدة قليلة دخلت المحلة أرضه في ذهول كبير فعلى طول الطريق التي كان يمر منها السلطان كانت تمتد وحداث البشير على قدر ما تسمح به الرؤية حيث كانوا مصطفين على طول الطريق على شكل حاجزين غير منتهين من الرجال والخيالة مسلحين ومرتدين لباس العيد ثم تتابعت الأفواج على مسافة تقدر بمسافة ما بين بوزنيقة والقنيطرة وكانت المحلة تمشي في الوسط كأنها تتحرك فوق زريبة مفروشة وحداث القبائل في المقدمة ثم الشراغة ثم الوداية ثم المدافع ثم فيلق ثم حاملي الأعلام ثم ضباط القصر ثم السلطان تحت مضلته ثم البخاريين ثم الشراردة ثم كل من يوجد عادة في مثل هذه المناسبات مر كل هذا وبانوا يزناسا ينحنون فوق جيادهم ويقولون الله بارك فعمرسيدي ثم دوت البنادق فرحا في اهتزاز مذهل وفي الأخير وصلنا إلى الخيام التي هياءها القواد حيث جلسنا لشرب الشاي وبعد ذلك جاء بالأطعمة الكثيرة والمتنوعة فقد كان هناك ما بين ستمائة وسبعمائة خروف مشوي ودجاج كثير عدا حصى الوادي والشعير والقمح في التلاليس ورغم كل ما قدم في هذا الحفل الكبير فإن مولاي الحسن لا زال راغبا في الانتقام وسجن القائد المنتصر على أفواجه وجنوده لكنه ظل لا يقول شيئا وأثناء الحفل نادى الوزير الأول سيموسى على البشير وقال له بعد أن عين له مكانا شاغرا قرب السلطان وقال له يمكنك الدخول والبقاء هنا ولا خوف عليك أولست أنت السيد هنا إن سيدنا مصرور من هذا الحفل الذي رحبت به فيه والذي لم يكن ينتظره فأخذ البشير مكانه المعين له فتقدمت أفواج بني زناسا بالهدية وسر السلطان من الهدايا المقدمة إليه وبعد أن غادرت القبائل الحفلة وأراد البشير أن ينعم بقسط من الراحة قيل إن المخزن يريد استقباله وتشريفه ولا يمكن أن يذهب دون احتفاء به ثم عين له مكانا بين الأعيان في المجلس السلطاني وعند آذان صلاة العصر ابتدأت الحفلات وقدمت الأطباق المختلفة وعزفت الفرق الموسيقية أعذب الألحان الأندلسية فانشرحت ملامح البشير حيث يرد على التحايا والتهاني كان البشير يشك في أنه سيقبض عليه لكنه أمام هذا الاستقبال والاحتفاء ظن أنه قد عفي عنه وسومح فانغمس في الالتذاذ بهذه اللحظات السعيدة وعندما كان يضحك من المستملحات الكثيرة بعد الوجبة ضرب أحد الرجال على كتفه وقال له القائد البشير هناك ثلاثة رجال من بني يزناس يريدون التحدث إليك فورا فنهض ثم خرج مع السيب رمضان فقيهه وأحد أقاربه ليجد خلف الخيمة ثلاثة حدادة مهمتهم وضع القيود في رجليه فنظر يمينا وشمالا لكن الجنود المسلحين كانوا يحيطون بهما من كل الجهات فأيقنا بأنه قضي عليهما فأعطيت التعليمات بأن يذهب بهما على البغال نحو فاس في حراسة مشددة من خمسمائة فارس بقيادة الشافع المسكيني وكان بني يزناس ينظرون إليهم مارين ولا يعرفون إلا قائدهم الذي رأوه قبل قليل في خيمة الوزراء قد اعتقل في ساعته وسطهم وأمام أعينهم وكانت قد أعطيت أوامر للقائد الشافعي أن يقطع رأسي السجينين إذا تعرض لأدنى هجوم وفي الغد صباحا طلب أصدقاء البشير رؤيته ظلا منهم أنه في خيمة قائد المشور لكن لم يجدوه بتاتا فقيل لهم أنه عند الفقيه لكن قيل لهم بأن أمرا سلطانيا صدر بجمع وحدات كل القبائل دون الحديث عن القائد المختفي فعين عليهم قائدا جديدا نسيت اسمه لم يكن محط رضاهم وقبولهم وهكذا تمت أحداث المتمرد البشير بن مسعود أكتوبر 1876 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر